اهلا بحضراتكم من جديد النهاردة الحقيقي عندي مجموعة من الملفات المهمة هبدأها بما جرى اليوم من اجتماع السيد الرئيس مع مجموعة وزارية والعنوان العريض هو زيادة الرقعة الزراعية في مصر تاريخيا معروف انه مصر موجودة على مساحة من 4-6% من مساحتها مساحة مصر 1 مليون كيلو متر مربع كل المساحة المعمورة كانت حوالي 60 ألف كيلو متر مربع وهذه المساحة الضيقة بدأت تتسع حينما قررت الدولة المصرية في مشروعها الوطني الانتقال والخروج من الوادي الضيق والانتقال من النهر الى البحر وإقامة سياج من العمران بيجذب مزيد من المجتمعات للخروج من الوادي الضيق وتفكيك هذا التكتل التاريخي الموجود بين حول شوريان وادي النيل وفي منطقة الدلتة المساحة المنزرعة كانت مساحات هائلة في وقت كان في عرض السكان ربما 4 مليون في بدايات فترة محمد علي النهاردة عندي زاد على سكان مصر من ايام محمد علي وحتى الان زاد 100 مليون يعني كانوا ايام محمد علي 4 مليون النهاردة 104 مليون نسمة ونفس المساحة المنزرعة الإجابة لأ لان المساحة المنزرعة تأكلت وبفعل البنيان العشوائي والتمدد العشوائي والتبوير وزمان الناس اللي يفتكروا فكرة تجريف التربة والأرض الزراعية وبناء أمين الطوب وإلى آخره الخلاصة إنه النهاردة بنبكي على ما أضعناه من بين أيدينا من أجود الأراضي اللي في الدلتة وحول نهر النيل وبنخرج برة الكتلة الطينية إلى الكتلة الصحراوية ونتوسع في الزراعة كان عندي مشروعات تشكا كان متوقف تم عودته مرة أخرى للحياة وشفنا العام الماضي في شهر أربعة حصاد القمح وإن شاء الله السنة دي نشوف حصاد القمح مش في الأرض المنزرعة السنة اللي فاتت ولا الأرض اللي احنا شفناها السنة اللي فاتت في الأرض الجديدة اللي تم التوسع فيها في تشكا وشرق العوينات والمينيا الجديدة وأيضا مشروع الدلتة الجديدة اللي موجود بمحاذات الدلتة القديمة اللي بيمتد زي ما شفتم من مشروع مستقبل مصر في الجنوب وحتى منطقة الحمام في الشمال خلينا أقول أنه الهدف النهائي هو زيادة الرقع الزراعي زيادة الأرض المنزرعة في نفس التوقيت عملية تغيير التركيب المحصولي لزيادة الإنتاجية يعني الفدان مثلا بيجيب كام فدان كام أردب أمه المفروض بيضاعف وفقا للتركيب المحصولي واستنباط تقاوي جديدة وزارة الزراعة بتقدمها للفلاحة أيضا الأوتنو أيضا الرزو أيضا باقي الزراعات بنعمل عملية إعادة نظر للمكون الخاص بالدورة الزراعية ونحاول يكون فيه تنظيم وترتيب بشكل يحقق سياسة الدولة اللي يبتهد في النهاية إلى توفير احتياجات المواطنين بعد الحرب الرسالة الأوكرانية وبعد مشكلة سلاسة الإبداد فتح العالم عينه على أن كل دولة عليها أن تعتمد على نفسها ومن ثم كل دولة عليها تزرع الحد الأدنى اللي تقدر تعمله من الزراعات الخاصة بالسلع الاستراتيجية الأمح والدورة والرز إلى آخرة النهاردة الرئيس بيتابع بيكمل متابعة في هذا السياق خلينا أقول لحضراتكم أنه مساحة الأرض اللي زادت خلال 7-8 سنة لفاته زدنا حوالي كم مليون فدان المليون فدان بيكلفوا تكاليف باهزة عشان أوفر استصلاح ووفر بنية تحتية ورفق الأراضي ووصلها مية في دولة عندها شوح مائي ده شيء صعب جدا لكن مكملين في هذا الإطار النهاردة كان إحدى جولات هذا العمل من خلال الاجتماع اللي حضراتكم شايفينه حضر الدكتور مصطفى مدبولي وزير الزراع وزير رئيس الزراع والساد القصير وزير الزراع والدكتور هانس ويلم وزير الموارد المائية والرأي فريق أحمد الشاز لرئيس هيئة الشؤون المالية القوات المسلحة والأمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية التخطيط العمراني واللي هو أركان حارب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات خدمة الوطنية القوات المسلحة واللي هو أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية واللي هو توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأرض الصحراوية واللي هو قرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوردات المتشرح ما تفهمي المتحدث الرسمي الموجود في هذا الاجتماع قال بأنه الرئيس كان بيتابع خلال اجتماع مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي فيه مشروع قومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتة الجديدة النهاردة الرئيس كان بيتابع وصلنا لغاية فين السنة اللي فاتت وإحنا بنحصد القمح والبانجر في مشروع مستقبل مصر الرئيس قال لهم انشافين الظروف عايزين نضاعف من الجهد والعمل علشان نضاعف من مساحة الأرض اللي هنعمله أنا فاكر كان العقيد بهاي الغنام بيعمل برزنتيشن قدام الرئيس والرئيس قال له يا بهاي هتخلص قال له على ثلاث سنين يا رئيس 24 ينكون مخلصين المشروع مليون وخمسين ألف فدان قال له لا الوضع وانتشافين الظروف الدولية إلا احنا محتاجين نخلص في وقت أقل من كده بكتير بالفعل العمل بيسير على قدم وساق والنهاردة بيراجع السيد الرئيس مع المعنيين وزير الزراعة وزير رئيس الوزراء والشركتين شركة المؤولات شركة الزراعة التابعة القوات المسلحة اللي بيشتغلوا فيه ظروف قاسية جدا في تشكا في شرق العينات في الدلتة الجديدة اللي هي مشروع المستقبل مصر والأمور إن شاء الله في شهر أبريل يعني الشهر اللي جاي بإذن الله السابيع وننزل إلى مزارع وإلى حقول القمح ونفرح مع بعض وإحنا بنحصد القمح في مصر والدولة بدأت تنتبه إنه الفلاح والمزارع والفلاح والمزارع اللي عنده قراطه قراطين فدان وفدانين مهم جدا لكن الأهم هي المساحات الشاسعة اللي هو 100 ألف فدان 200 ألف فدان ده اللي بيعمل عملية تحقيق لإنتاجية عالية وتكاليف أقل فيما يسمى باقتصادات الحجم الكبير أو الإنتاج الكبير طبعا النهاردة كان الراز بيكلم على استراتيجية الدولة لذات الرقعة الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية إحنا عندنا مليون هنزرع منهم قد إيه؟ إعارض السكان قد إيه؟ طب دول محتاجين زراع قد إيه؟ طب أنا عندي مقانن ماء قد إيه؟ لذلك كل اجتماع بيكون فيه تلام عن الزراعة تجد وزير الزراعة موجود وزير راي موجود ليه؟ لأنه عشان وزير الزراعة إيه لنا عايز أزود 100 ألف فدان أو 200 أو 500 الفدان في سينة مثلا محتاج ماء ماء قد إيه؟ يعني ما هو عشان فيه ناس تقولك يا جماعة الصحرة واسعة ما تزرعوا قمح وتستوردوش ما هو أنا كلام حلو لكن عشان أزرع المساحة الصحرة الواسعة دي محتاج حكتين؟ بنية تحتية طرق يعني وماية طرصة وغيره 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 ده نقدر نوفره لكن المية عندي محدودة هجيب مية منين؟ يا إما بعيد تدوير المياه استخدمها مرة واثنين وثلاثة يا إما مية جوفية والمية الجوفية عندنا احنا بناخدها بحساب عشان الزمن وعشان هي نظيمة مش متجددة وناس عادي تطلع تضربها يعني كلام في السماء يقولك ده الصعر الغربية راقدة تحت بحر لا ينتهي من المية الجوفية كلام ده مش صحيح كلام ده يجب انه هو يكون بحساب وبعقل لان احنا مش قاعدين في الفضاء اللي وحدنا انا عندي مية النيل اللي بتجيلي وعندي التدوير المياه اللي بيحصل اللي بعمله محايدة بحر البقر والحمام والمحسامة وغيره وشغال بعمل تدوير وفي نفس الوقت التحلية كل المناطق اللي محيطة او اللي بتطلع على البحر الابيض والبحر الاحمر بعمل تحلية مياه عشان اقل استلاك المياه بتاعت النيل عشان ازرع ووسع زراعة ففكرة ان انا ازرع الصحراء فكرة صحيحة لكن قبل ما اقول يلا بينا اجيب مياه منين فلازم الاول احسب المياه فلذلك وزير الرأي موجود وعشان اوصل مياه محتاج محطات رفع محتاج كهرابة بجيب وزير الكهرابة اقعد انت جاهزتلي الكهرابة عندك كهرابة تكافي مشروع الدلتة الجديدة شفتوا كوازا مرة في اجتماعات زي كده كان الرئيس بيجيب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرابة والطاقة ووزير الزراعة ووزير الرأي يقعد يا جماعة احنا عايزين الخطة اللي ايه احنا عايزين نقلل الاستراضنا مليون طن من القمح انا باستورد لي سبعة تمانية ولا كده انا عايز اقلل المليون المليون ده هيوفر عملة قد كده عشان ما عندش دولارات طب انا عايز ايه وزير الساعة وزير الزراعة يقول انا محتاج كهرابة قد كده ومحتاج مية قد كده نسأل وزير الزراعة وزير الرأي عندك المية تجيبال ازاي وزير الكهرابة عندك كهرابة تجيبال ازاي نجيب الناس طول الهالة الاندسية الطريقة هتعملوا ليه امتى منظومة متكملة ومتناغمة عشان نزرع فدان ارض